اولها بكون سنفور وبعدين بصير مشغول بين الكتب وسهران للدراسة اكيد لحتى يتخرج من جامعة النجاح الوطنية بكفاءة عالية وهذا الكلام مش بس عن طالب كلية الهندسة وكمان عن كل طلاب جامعة النجاح الوطنية وبنخصص طلاب كلية الهندسة اللي بكل سنة عملهم بيبدأوا لنا بمشاريع تخرجهم وبيبدعوا بظهور أسماءهم عشان هيك رح نحكي أكتر عن هالكلية المتميزة في جامعة النجاح الوطنية وبنضمم لنا عميد كلية الهندسة دكتور خالد الساحلي سعدها الصباح عميد كلية الهندسة أهلا وسهلا فيك دكتور خالد شرفتنا أعطيكم ألف عافية الله عافيكم كيف كان الخصل الأول؟ الحمد لله انتهى وانتهى بسلام وخير وكان الأمور كالمعتاد الأمور على أفضل ما يكون ولكن دائما فينا طموح تحسين كل شيء بنكون فيه إن شاء الله إن شاء الله طب اليوم نحكي عن عدد طلاب كلية الهندسة أدي بالمجمل يعني أولا نحابب أن أنوحنا كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في عنا 17 برنامج 13 برنامج هندسة وأربع برامج تكنولوجيا المعلومات مجموعة الطلاب تقريبا يتفوت من فصل إلى فصل لكن تقريبا حوالي 5500 طالب في الكلية نعم إيش بهاي المرحلة يعني بالعدد من الطلاب وبهالعدد من الأقسام وتخصصات إيش أكثر تخصص بتحس أن الطلاب بميلوا إله وبحبوا خاصة أن طلاب الهندسة يعني ما شاء الله في كل الجامعات الإقبال هذا يتفاوت من فترة لفترة حسب سوق العمال حسب التوجهات الجديدة اللي بتصير في العالم وأحيانا كثيرا بيكونوا متأثرين في قرنائهم أصدقائهم عائلاتهم توجيهات المجتمع المختلفة حاليا أكبر تخصصين عندنا من حيث الإقبال اللي هي تخصص هندسة الحاسوب وتخصص الهندسة المدنية بشكل واضح هذا أكبر هم أكبر أقسام عندنا يليهم يعني بمستوى الثاني مجموعة من التخصصات مثلا تخصص هندسة البناء تخصص أنظمة المعلومات الإدارية صار الآن في عليها إقبال كبير جدا الفصل الماضي فالإتصالات والكهرباء أيضا في إقبال جيد لكن طبعا بجموعة أخرى من التخصصات في تخصصات أخرى إحنا بنحد عدد الكبول لأنه هذه هي العدد اللي إحنا استوفت العدد استوفت العدد بالضبط يعني هذا هو العدد الجيد أو المثالي أو النموذجي حتى يكون يحافظ على النوعية والأداء سواء للبرنامج أو للطلاب فمما جموعه تقريبا إحنا بكل سنة أو حوالي ألف ومئة طالب ألف ومئتين طالب بدخلوا الكلية يعني يستمر عدد لا بأس منه ممكن يستمر ألف أو ألف ومئة طالب منهم والباقي إما بنسحبه أو بحوله إلى تخصصات أخرى وأكيد منعرف كلنا أنه أكبر عدد من الخريجين بالمجتمع الفلسطيني هو من كليات الهندسة بجامعات المختلفة أخصوصا في جامعة النهجة أكيد طبعا لكن فعليا هل الفرص العمل متوفرة لهم بلاقوا شغل بسرعة؟ يعني هذا سؤال كويس لكن لو ننظر منظور أشمل يعني إحنا فرص العمل في السوق الفلسطيني بطبيعة الحال في كل المجالات محدودة لأسباب اللي كلنا بنعرفها لو قررنا فرص خريجين الهندسة مع فرص الأخرى فرصهم أفضل من غيرهم فبالتالي عندهم فرص لكن سوق العمل أيضا محدود لكن بطبيعة تخصص الهندسة بتيح مجال خريجي الهندسة حتى يعمل بأعمال فري لانسر يعمل مكتب خاص فيه أو مهنة خاصة فيه يفتح مصلحة خاصة فيها فبالتالي التخصص الهندسة بتيح له هذا المجال لأنه باعتمد على الإبداع والتطوير والسوق الآن بجوز هذا اللي تفضلت فيه شيء جيد كلنا نطمح أو نفكر بالوظائف حجم الوظائف محدود ومحدود الآن أكثر فأكثر فأكثر فبالتالي هي بجوز نداء للخريجين يفكروا في شيء خارج إطار الوظائف والفرص غير محدودة أي واحد بدي أعمل شيء خاص بمهنة معينة خاصة الآن مع تطور التكنولوجيا بأشكالها المختلفة يعني الفرصة متاحة لكن بحاجة إلى إعداد وتحضير هون ممكن يكون اللي بيميز كلية الهندسة أداش أنت قادر أنك تخرج طالب للمجتمع بفكر خارج الصندوق عنده فكر إبداعي عنده فكر ريادي واتكالي أكثر على نفسه مش على المجتمع خاصة أنه زي ما ذكرت دكتوري موضوع الوظيفة حتى بقرق الأهل نفسهم أنه خلص إذا ما لقاش وظيفة أبني رح يجوع مش رح يعمل أسرة مش رح يعمل حياة عادة بفكروا بمجال الوظيفة يعني قبل الدخول للجامعة بفترة الثانوية العامة فهذا عن جد الموضوع شغلهم طول الوقت يعني الوظيفة شيء مضمون أو شبه مضمون فمريح الإنسان يفكر فيه لكن واضح أن المستقبل مش بهذا الاتجاه متجه يعني الوظائف عندنا محدودة جدا وخاصة في المجتمع الفلسطيني الوظائف في المحيط العربي يعني متذبدة حسب الظروف اللي احنا بنعيش فيها أو الإقليم بعيش فيها وهذا الآن واضح جدا لخريجينا الظروف العمل خارج الوطن العربي مقيدة وإلها شروطها وقيودها فلذلك بحاجة للخريجين أنه يفكروا مثل ما تفضلت خارج الصندوق يخرجوا من إطار فقط الوظيفة ويفكروا أكثر في قضايا الأعمال الحرة والعمال الحرة يعني شبه لها محدودة كل واحد عنده أفكار معينة وهذا بصراحة يعني ظهر من بعض أفكار مشاريع التخرج اللي الطلاب بيعملوها متنوعة مبدعة تفكير غير تقليلي بجوز إحنا نستبعد على طلابنا يفكروا بهذا لتجاه لا عندهم قدرات وإذا أتيح لهم المجال عندهم فكرة وعندهم قدرات أنهم ينتجوا شيء لكن يعني ما زال هذا الشيء أكاديمي بحاجة إلى تطوير يؤخذ بقالب مهني تجاري تسويقي بشكل أفضل وكمان دكتور خالد بنعرف أنه عالم الهندسة وتكنولوجيا معلومات هو فيه تطور مستمر وتصعد بالأفكار خاصة على مستوى العالم بالشكل عام فأدي كمان بتراعوا بالخطة الدراسية الموجودة بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية أنها تواكب كل هاي التطورات صحيح يعني أي خطة إذا بقيت على ما هي فهي في تراجع الخطة مفروضة أنها تطور باستمرار وهكذا هي الوضع عنا في الكلية تقريبا إحنا الإطار الزمني لتطوير أو تعديل أي خطة هي خمس سنوات تقريبا إحنا الآن خطتنا اللي حاليا إحنا قائمين عليها هي أنجزت في للألفين وثلتاش إحنا الآن في الالفين وثمنتاش في عنا خطة أنه الآن في الالفين وثمنتاش نبدأ في عملية تطوير الخطط لمواكبة التغيرات والتطورات في سوق العمل أو في المجال التكنولوجي والعلمي وفي عنا أيضا شيء اللي بساعدنا في هذا المجال جميع البرامج في الكلية فيه له شيء ما بنسميه المجلس الاستشاري من الصناعة أو من الكطاعات الخارجية عبارة عن مجموعة من الأشخاص مهنيين ذوي شائن في مجال معين لنفترض ناخد قسم الهندسة المدنية في عنا المجلس الاستشاري من أصحاب ممثلين عن أصحاب الشركات بعض المؤسسات الحكومية اللي لها مجال في مجال عمل الهندسة المدنية باجتمعوا مرة أو مرتين في السنة لإعطاء أو لأخذ لمحة عامة عن الإنجازات برضو نستقطب آراءهم شو في أمور متطورة شو رأيهم في الخطة الدراسية وأبدو على مر الفترة السابقة ملاحظات بعضها أخذ في الاعتبار والبعض الآخر قيد الدراسي لأن عملية التغيير في الخطة الدراسية ليس عملية آنية بحاجة إلى عملية تمشي فيها حتى يتم إنجازها لكن بشكل عام في تطور مستمر إحنا مقبلين على المرحلة القارمة الآن 2018 بدنا نبدأ في عملية تطوير لجميع الخطط الدراسية حتى نشوف شو فيه مستجدات فيها هل المؤسسات الخارجية اللي بيتم نتعاون معها على مستوى يعني اللي لستنا على الإطار الأكاديمي إنه تطوير مناهج وتطويرها هل يتم العمل معها مثلا خلال فترة دراسة الطلاب على المستوى المهني إنه يصير فيه تبادل للشباب يصير فيه كمان مؤسسات دولية وعالمية مش بس على الإطار المحلية في عنا بعض النوافذ للتبادل أو التعاون أو للشراكة مع الكطاعات الخارجية في عنا التدريب العملي هو إجباري على جميع الطلاب على الأقل كل طالب يجب أن يأخذ تدريب عن مساك تدريب عملي واحد هذا التدريب العملي بقضية طالب في فترة شهرين تقريبا أو ثلاث أشهر في مجال عمل متخصص أو مرتبط في برنامجه وفي عنده نافذ أخرى أنه يأخذ مساك آخر إضافة المساك الأول هو مساك إجباري وفي عنده مساك آخر له تدريب عملي اثنين هو مساك اختياري أيضا ممكن يتابع في تدريب العملي إحنا الآن أعمالنا بنطور فكرة برنامج أنه تدريب مطول أكثر قليل ونوع من الشراكة الممنهجة أو المتفق عليها مع أصحاب العمل بحيث أنه يكون هذا المتدرب حتى يكون أربع أشهر تقريبا حتى براتب وهي فرصة حتى تتشبيك ما بين هذا الطالب وبعض المهن اللي ممكن هذا الطالب يتخرج ويعمل فيه هذا ما زال قيد التطوير بنعمله مع شركاء بالدمن الوطن العربي وشركاء أيضا في أوروبا وإن شاء الله بننجح بس مرة أخرى يعني هذا ما زال قيد التطوير البرنامج في عندنا كذلك الكوآب مع بعض المؤسسات مثلا مع روابي بيقدر طالب فترة ست أشهر مقابل أجر متواضع تكاليف الطالب أيضا هي فرصة للتشبيك مع الخارج لكن بصراحة هذه الفرصة بحاجة إلى التطوير أكثر من برامجنا بالشراكة مع الصناعات الخارجية حتى انحسن فرص الخرجين بإيجاد فرص عمل والسوق تقريبا العالم كله متجه بتعزيز الشراكات نعم في عندنا احنا جانب من جوانب تعزيز الشراكات بالنسبة لمشاريع التخرج احنا عندنا تسع برامج معتمدة من كبل إيبت مطلوب مننا في مشاريع التخرج انه مجموعة من هذه المشاريع التخرج تكون مرتبطة مع السوق وإحنا حددنا سقف تقريبا تلت على الأقل تلت مشاريع التخرج تكون مرتبطة مع السوق بأشكال مختلفة من هذا الارتباط نعم وكمان بميز كلية الهندسة عن الكليات الأخرى انه احنا نعرف مشروع تخرج واحد ياسمين أو ورقة بحث أو عرض تقديمي يعني إلى آخر لكن بكلية الهندسة في مشروع تخرج واحد ومشروع تخرج تنين فده يعني المشروع تخرج تنين بيكون تكميلي على الأول وممكن يطور على وديفه صحيح احنا هو بيعتمد على البرنامج لكن معظم البرامج في الكلية هي مثل ما اتفضلت مشروع واحد ويستكمل في مشروع اثنين يكون التركيز هي طويلة هي طويلة لكن هي تتناسب مع البرنامج الأكاديمي الطالب بحاجة أنه إعداد للطالب وتجهيزه ويكون عنده قدرة حتى يعطينا منتج واضح فبالتالي المشروع أو مشروع واحد أكثر عبارة عن تحضير تجميع بيانات تجهيز كل شيء لإعداد المنتج بغض النظر شو هذا المنتج فمشروع اثنين باخد الطالب وقت كافي في إنتاج منتج عملي واضح قابل للتنفيذ والتطبيق وطبعا هذه الأشكال المنتجات مختلفة ممكن يكون أشياء صوفت وممكن يكون أشياء حقيقية يعني ممكن يكون مخطط لمصنع مخطط على الورق وممكن يكون ماكينة تصنيع ممكن يكون برنامج إلكتروني وممكن يكون تطبيق فعلي فهذا متفاوت وكل واحد منهم إله مجال الإبداع والتطبيق الخاص فيه بها المرحلتين بيكون الشراف الهيئة تدريسية موجود وداعم ومساند لإبداع الطلب بالطبع كل مشروع فيه مشرف أكاديمي وعادة المشرف الأكاديمي بيكون مشرف على أكثر من مجموعة من المشاريع فبالتالي بيكون فيه لقاء أسبوعي مستمر وبتكثف هذا اللقاء في البداية وفي النهاية بطبيعة الحال في البداية لتطوير الفكرة واستيعابها من قبل الطلاب أو من قبل المجموعة وفي النهاية حتى ضمان وصول إلى المنتج المطلوب نعم أكد أيضا متحدث عن أهمية التدريب دكتور خالد بكلية الهندسة لحتى يوازي مشروع التخرج والفائدة منه لحتى يستفيدوا كمان من تجارب المؤسسات اللي بيروح بيتدرب فيهم صحيح إحنا عنا مركز التدريب العملي بيكون بعمل رائع اللي هي تنظيم عملية التدريب عملية التدريب عملية مرهقة جدا من ناحية متابعة توفير فرص تدريب فبيكون في هذا الدور اللي هو مركز التدريب العملي عملنا الآن بنطلب من كل طالب متدرب خاصة إذا كان ما أبدأ في مشروع التخرج أنه جيب لنا فكرة مشروع التخرج من التدريب ما زال من الأرض من الواقع مشكلة واجهها تحدي فرصة للتطوير في مكان العمل اللي هو تدرب فيه وبالتالي بيكون ذو بعد تطبيق عملي وبيكون حتى قد يكون مدعوم من صاحب المكان لتدرب في هذا الطالب عنا فرص أو عنا تجارب بسيطة بدأناها هذه في الفصل الماضي لكن بحاجة إلى استكمال أكثر توجيه الطلاب حتى يفكروا في فرصة أو فكرة مشروع التخرج أكثر من عملية التدريب التقليدي للطلاب مجرد دوام في فترة معينة بانتهي هذا الدوام وبالتالي بحصل على مطلبات التدريب لأغراض الشهد أو التخرج أخيرا تفضلي لا أنا كنت أعقب على شغلة كتير مهمة والتي هي تميز بالأفكار موجودة عند طلاب كلية الهندسة بالأون الأخيرة فيما يتعلق بمشاريع التخرج يعني أنا كيف بعرف من خلال استطفتي لأيهم ببرنامج هوانا الوطن عن جد فيه تقلق فيه إبداع خصا يعني أنا كان في بداية تجربتي بهوانا الوطن كان في عندنا ضفتين اللي هم عملوا تطبيق الإي كلينك اللي برضو في كليات الهندسة وقدش كان جميل يعني حتى الفكرة جاءت من نبض المشكلة من نبض إحساسهم بالواقع يعني هذا شيء مميز مشهرية التخرج هي فرصة للإبداع للطلاب مشروع التخرج له مطلبات معينة إحنا أي برنامج فيه عنده مخرجات للتعليم فيه عنده إحداش المخرج تقريبا مشروع التخرج مفروض يغطي إحداش المهارة اللي الطالب يجب أن يكتسبها بدرجات متفاوط حسب طبيعة هذا البرنامج فبالتالي المشروع لازم يكون بيحكي عن استخدام العلوم الأساسية الرياضيات وإلى غير ذلك إلى تحليل مشكلة إلى تصميم إلى قضايا بيئية ومجتمعية وإلى قضايا معاصرة فبالتالي يغطي هذه الجوانب فمشروع التخرج هي فرصة للإبداع وإحنا كل سنة من 400 إلى 500 مشروع التخرج تقريبا العدد ما عنديش إحصائي دقيقة لكن عدد هائل التخرج إحنا كل سنة بنعمل وبالرغم من أنه في عنا 17 برنامج متنوع بصراحة أنا ما عندي إلمان في كل هالمشاريع لكن بسمع عن بعض الأفكار أنا سعيد جدا ومبسوط في الأفكار الإبداعية اللي بيقوموا فيها الطلاب وبعضها بسيط لكنه ذو بعد عملي كبير جدا يعني أعطيكم أفكار بسيطة جدا يعني ممكن على تطبيق الموبايل واحد بالسوق بده يعرف شو بده أغراض للبيت فيه سنسرز بيكون موجود في التلاجر بقالية معينة بيعرف شو بده وهو بالبيت فيش داعي يتصل أو ما يتصل شغلة بسيطة جدا لكنها ببعد عملي كبير جدا هاي قداش بتريح على الزوج وزوجة قائمة الطلبات بيقللوا فاتورة التلفون لأنه باستمرار أكثر مكالمة أكثر مكالمة بين الزوج وزوجة شو بدك أغراض فبالتالي هذه المكالمات بتكل في عمنا بعض الأفكار أيضا الطلاب عملوا فورميلا ون ستودنت اللي هي سيارة سباق هم صنعوها ما زال عمل جاري عليها بس برنامج فورميلا ون هو عبارة عن مرنامج سباقات عالمي لكن على مستوى الطلاب وليس المهني المحترفين يعني وتقدموا للمشاركة في المسابقة وقبل طلبهم لكن أنجزوا جزء من المركبة لكن بحاجة الاستكمال اللي هي مشروع اتنين في عنا مشروع بالشراكة مع الصناعة يعني إحدى المصانع بحاجة إلى شيء بيحكي عن الخشب ونجارة الخشب تقريب هذه ويست مخلفات ترمى أو تهمل بشكل معين لكن بحاجة أنه نجارة الخشب تستخدم في أماكن مثلا مزارة دجاج محل اللحامة فبالتالي تم تصنيع ماكنة اللي جمع النجارة وتبكيتها ووضحها في آليات معينة وبيعها عشان هيك احنا دايما بسعدنا خوان الوطن بالفعل نستضيف مثل هيك هيك شباب اللي أول شي نسلط الضوء عليهم وعلى إبداعهم وتاني اشي كمان يكون فرصة هالناس اللي ممكن تتبنى هالأفكار البسيطة تشوف قديش هالفلسطينيين مبدعين صحيح الداحل وكمان نهتم فيهم بعد التخرج لحتى يعني نضمن يعني متابعة وتنفيذ مشروع التخرج على أرض الواقع والاستفادة منهم فابدنا نحييكم أكيد هو بمجهودكم أيضا بالهيئة التدريسية والإدارية بكلية الهندس وبجامعة النجاح الوطنيات أعطيكم ألف عافية شكرك ومشكرا لاهتمامكم ونحن بنبارك لطلابنا اللي يقدم مشروعهم وتخرجوا ونتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله بعد هذه المشاريع تجد النور من ناحية فرص عمال أو تطبيق في الحياة قابل للتسويق والتجارة إن شاء الله سباحك الدكتور خالد